المعتقدات الآرامية خزعل الماجد يشب تاريخ وتراث الآراميين ضباب كثير ولا يجد الباحث إلا النزر اليسير من الآثار والكتابات واللقى التي تتحدث عن هذا التراث قياسا إلى الأقوام المجاورة التي سبقتهم أو زامنت وجودهم ولعل ذلك متأتن من سببين متداخلين أولهما عظم ظهور ممالك آرامية واسعة وقوية ومستقرة لفترة طويلة من الزمن وثانيهما الضغط الآشوري المتكرر على مدنهم وممالكهم وتدميرها بشكل مستمر فقد كان ظهور الآشوريين وبزوغ قوتهم متزامنا مع بزوغ المدن والممالك الآرامية التي كانت أغلبها متاخمة للآشوريين أو على مرمى اندفاع وهيجان الجيوش الآشورية الكاسحة مما تسبب في ضياع واندثار أغلب آثارهم ومدوناتهم غير ظهور الآراميين تاريخ الشرق الأدنى القديم بل وتاريخ العالم القديم بأكمله وإذا كانت البحوث والدراسات الخاصة بالآراميين وتاريخهم وعقائدهم ما زالت قليلة ولا تتناسب مع حضورهم في التاريخ فإن المستقبل سيكشف عن الحجم الحقيقي لحضارتهم وعقيدتهم ولغتهم وتاريخهم بشكل عام استغرق تاريخ الآراميين الحضاري ما يقرب من 3000 سنة كان الألف الأول منذ حوالي 2500 إلى 1500 قبل الميلاد وهو عصر تشكل القبائل والبيوت الآرامية الأولى وظهور عناصر الحضارة الآرامية في وادي الرافدين بشكل خاص والذي نرى أنه كان مهد حضارتهم الأولى أما الألف الثاني منذ حوالي 1500 إلى 500 قبل الميلاد فقد كان عصر انتشارهم نحو بلاد الشام وجنوب العراق وشمال الجزيرة العربية وعصر كفاحهم السياسي المتواصل مع الآشوريين بشكل خاص والحيثيين والعبريين لاحقا وهو عصر بطولي ظهرت فيه ممالك ومدن وإمارات الحضارة الآرامية على امتداد قوس يمتد من عيلام شرقا حتى شمال آشور ثم باتجاه الشام نزولا إلى جنوبها وتشغل وسط هذا القوس قوى وممالك الآراميين على امتداد نهر الفرات بشكل خاص وكان الألف الثالث منذ حوالي 500 قبل الميلاد إلى 500 ميلادي عصرا حضاريا لا سياسيا فقد بدأت مظاهر الحضارة الآرامية اللغة، الدين، الكتابة، الفنون تظهر وتختلط مع غيرها من مظاهر الحضارة المحلية أو الوافدة ولا عجب أن تكون اللغة الآرامية طيلة هذه الألف الأخير هي لغة الكتابة والتفاهم على امتداد الجهات الأربعة للشرق الأدنى من فارس إلى مصر ومن آسيا الصغرى إلى اليمن مقدمة تأريخية دراسة في التأريخ السياسي والثقافي للآراميين يصعب وضع تسلسل تأريخي منسق للآراميين بسبب غموض بداية تأريخهم وتداخل ممالكهم القريبة والبعيدة عن بعضها في آن واحد وقد آثرنا أن نعرض هذا التأريخ على مراحل تبدأ من ظهور الآراميين البعيد زمنيا ثم تتبع عصر قبائلهم المستقرة ما بين القرون 15 إلى 11 قبل الميلاد وعند وصولنا إلى الممالك الآرامية حرصنا على تقسيم عصرها جغرافيا إلى الممالك التي ظهرت في وادي الرافدين والممالك التي ظهرت في سوريا القديمة وتتبع كل منهما على حدة ثم أفردنا لعصر اللغة الآرامية مناقشة مستفيضة لأهمية هذه العصر الثقافية والروحية لا أحد يستطيع على وجه الدقة أن يؤكد لنا أصل الآراميين ومن أين جاءه وذلك بسبب الغموض الشديد الذي يحيط بداية ظهورهم في التاريخ الوثائق القديمة التي حصلنا عليها ولا نريد أن ننساق هنا إلى تلك الآراء الجاهزة التي تقرر بأن أصلهم وأصل الساميين جميعا من شبه جزيرة العرب وهي النظرية الأكثر شهرة في تناول أصل الساميين والآراميين الذين هم فرعا سامي أو ننساق وراء تلك النظرية التي تقول بالأصل الأرميني للساميين ثم تؤكد ذلك من خلال الآراميين حيث تربط بين اسمهم واسم أرمينيا ونقدنا للنظرية الأولى هو نقد عام لها وهي تجمع كل الهجرات السامية من الجزيرة العربية الصحراوية التي لا مكان لتفصيلها هنا أما نقدنا للنظرية الثانية فينصب في الاتجاه المعاكس لها فقد تكون أرمينيا اسم آرامي لاحق لظهور الآراميين وربما كانوا قد هاجروا إليها هي أيضا في فترة ما وسميت باسمهم وهو الأقرب إلى الحقيقة والصواب لكننا بلا شك لا نمتلك بديلا نظريا لأصل الآراميين ولا نجازف باقتراحه هنا حتى يظهر المزيد من الوثائق القديمة والحفريات الأثرية تتوفر أمامنا مجموعة من الحقائق التي تشير إلى أن الآراميين استوطنوا شمال وادي رافدين في وقت مبكر قد يصل إلى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد وإذا كان الأشوريون قد استقروا في شمال العراق والأكاديون في جنوب العراق قبل ذلك بحوالي ألف سنة فإن الآراميين ظهروا على شكل قبائل رحل أو مستقرة في الوقت الذي اعتلى فيه سرجون الأكادي عرشه وحكم بلاد وادي الرافدين ثم كون أمبراطوريته المعروفة التي امتدت من شرق البحر الأبيض المتوسط حتى سواحل الخليج العربي والمدن العلامية والجزيرة وظهرت كما لو أن نهري دجلة والفرات بكامل طولهما وفروعهما مثل الشرايين المائية التي كانت تغذي هذه الأمبراطورية وفي عهد ابنه نارام سين 2507 إلى 2452 قبل الميلادي تتحدث وثيقة أكادية الأصل بأن هذا الملك قد انتصر على شيخ آرام الذي كان اسمه خرشامتكي وغيره وتصف وثيقة أخرى انتصاره على مدينتي سميروم وآرامي ويستدل من سياق الأحداث المذكورة في الوثيقة أن هاتين المدينتين تقعان في منطقة شرقي دجلة بين نهري الزاب الأسفل وديالا وقياسا على هذه الحقائق وحقائق أخرى قادمة سنناقشها نرى أن الآراميين هم موجة سامية ثالثة متأخر زمنيا نسبيا ولكنها تتوسط في موقعها ما بين الآشوريين شمال العراق والأكاديين جنوب العراق وتشغل المنطقة الوسطى التي يمكن أن تمتد ما بين موقع مدينة بغداد وسام الراء من ناحية نهر دجلة ثم غربا باتجاه موقع حديث الحالي من ناحية نهر الفرات ومن هذه المنطقة انتشروا أولا نحو جزيرة الفرات ثم غرب الفرات بسبب الضغط المتنامي عليهم من قبل الآشوريين ويرى الدكتور علي أبو عصاف نقلا عن شنايدر أن ظهور وثيقة الملك السومري الحديثة شولجي 1993-2046 قبل الميلاد مع الوثائق السابقة تدل بأن مدينة آرامي تقع بالقرب من مدينة أشنونة على دجلة وقد أسسها الآراميون الذين هاجروا إلى بلاد سومر وأكاد تباعا وهم أسلاف الآراميين الذين ظهروا على مسرح السياسة بعد ذلك بنحو ألف عام في المرحلة اللاحقة أي بعد سقوط سومر وظهور العموريين في جنوب العراق بشكل خاص الذي بدأت دول تحكم السيطرة عليه وتعتبره منطقة الحكم الأولى للانطلاق إلى كل الجهات حوله حيث فعل هذا السومريون ثم الأكاديون ثم العموريون في إين ثم العلاميون في لارزا أما القسم الشمالي من وادي الرافدين فقد تنازعت عليه بعد سقوط دولة السومرية قوة أساسية ذات طابع مدني مبكر وهي الآشورية وقوتان قبليتان ذات طابع عشائري غير مستقر هما الآراميون والأحلام ونرجح أن تكون هناك علاقة لغوية بين آرام وأحلام لكننا لا نعرف على وجه الدقة العلاقة الإثنولوجية والاجتماعية والسياسية بينهما وهكذا نجد في مرحلة الظهور الآرامي هذه التي عيننا مكانها فيما بين آشور وأكاد باتجاه الفرات أنها بدأت بآرام في الألف الثالث قبل الميلاد وانتهت بآرام وأحلام في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد وقد هاجرت قبائل أحلام أحلامه باتجاه الفرات وعبرته واستقرت لزمن طويل في جبل البشري أو جبل باشار غرب الفرات أما قبائل آرام فقد بدأت بالاستقرار في مناطق شرق وغرب الفرات الأعلى والأوسط وتسلقت إلى أعالي وادي الرافدين وكانت في كل حركتها هذه تتحاشى الاصطدام بالآشوريين فهي تعيش على تخوم وجودهم المرتكز على دجلة قرب آشور وكالح كما أن القبائل الآرامية اتجهت شمال سوريا في هذه المرحلة عصر القبائل الآرامية المستقرة القرون 15 إلى 11 قبل الميلاد في النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد استقرت القبائل الآرامية رغم الملاحقات والضغوطات الآشورية والحيثية والميتانية وأصبحت في الغالب كلمة بيت تطلق على بعض هذه القبائل المستقرة كما هي العادة عند قبائلنا العربية حتى يومنا هذا إذ نقول أن هذا بيت فلان ونعني به عشيرة محددة أما كلمة دور الآرامية فسنراها تتضح أكثر في عصر الممالك الآرامية لأنها تعبر عن عاصمة المملكة أو البيت الآرامي المعين الذي كون له مملكة في هذه المرحلة تظهر الوثائق سعة انتشار القبائل الآرامية المستقرة في الأعالي الغربية للفرات شمالا وسط الفرات عند بابل جنوبا وباتجاه صحراء بادية الشام غربا ولكنها تظهر هنا في صيغة ثالوث قبلي غامض هو آرام أحلام سوت الذي كان منتشرا من جبال بشري إلى تدمر وإلى مدينة بابل وإلى مدينة عانا جنوبا أما شمالا فيصل إلى مدينة جرجميش وسهل سروج إلى الشرق منها وهو ما أخبرتنا به وثائق الملك الآشوري تجلات بلاصر الأول 1112 إلى 1074 قبل الميلاد ويبدو لنا أنه رغم الملاحقات القاسية التي عانت منها هذه القبائل لكنها كانت ترسخ أطوار استقرارها مع مرور الزمن أما التمييز بين هذه الأسماء الثلاثة التي ترافقت تاريخيا فقد تضاربت حولها الآراء والاجتهادات ولكننا نود أن نعطي خلاصة رأينا فيها هنا آرام هي القبائل الرافدينية الملازمة لنهر الفرات والمنتشر حوله من شمال العراق وسوريا حتى بابل أما أحلام أحلامه فهي قبائل البادية أو الصحراء العراقية السورية وجبل البشري والتي تسربت مع الزمن باتجاه الشام وتربطها علاقة أصل قديمة مع الآراميين ضعفت بمرور الزمن حيث أصبحت لها شخصيتها الصحراوية الخاصة ثم اختفت من المسرح الآرامي المحتدم خلال القرون المتوالية لأنها هاجرت باتجاه بلاد ومدن الشام أما سوت سوتو فنرى أنها قبائل عمورية أو هي من بقايا القبائل العمورية المستوطنة غرب الفرات ولا علاقة لها بالآراميين ويبدو أنها حذت حذو قبائل أحلامه فتوغلت في بلاد الشام وخصوصا شرق نهر الأردن حيث كونت هناك فيما بعد مملكتان هما شوتو العليا وشوتو السفلة ولذلك وردت أخبارها في الحوليات الفرعونية وهكذا نرى أن نهاية هذه المرحلة اكتملت باستقرار القبائل الآرامية شرق وغرب ووسط الفرات وأعالي شمال سوريا وقد استقرت جماعة منهم فيما بعد في الأراضي التابعة لدولة أوغاريت فمارسوا الزراعة وامتلكوا الحقول ففي عصر الملك الأوغاريتي عميس تامرو الثاني النصف الأول من القرن الثالث عشر قبل الميلاد ورد اسم العلم ابن آرامي وشبه جملة حقول الآراميين التي نرى فيها أن الآراميين لم يؤسسوا دولا على سواحل بلاد الشام بل في داخلها وربما كانت حقولهم تلك في منطقة قرقور التي جرت فيها بعد عدة قرون المعركة الشهيرة بين شالمنصر الثالث الآشوري وبرهدد ملك دمشق ولا شك أن تأملا بسيطا في خارطة الشرق الأدنى خلال هذه المرحلة يوضح أن تدافعا هائلا على الاستقرار في مناطق الأنهار والسواحل البحرية والزراعية قد حصل وخصوصا في العراق وسوريا ولذلك نرى أن الموجات السامية المبكرة أمنت استقرارها في هذه المناطق مثل الآشوريين والعموريين في العراق والكنعانيين في الشام أما الآراميون الذين تأخرت هجرتهم قليلا فلم يجدوا موطئ قدم ثابت إلا بين تخوم مدن وممالك ودول الأقوام السابقة ولذلك تأخر ظهور نظامها السياسي المعبر عنه بصيغة الممالك ولم يحصل ذلك إلا بعد أن أمنت استقرارها القبلي والحضاري والزراعي واتجهت نحو تشكيل مدنها في المرحلة التالية عصر الممالك الآرامية ألف إلى خمسمائة وتسعة وثلاثين قبل الميلاد بينما كانت القبائل الآرامية تزداد قوة وعددا في شمال العراق وسوريا وتتجه نحو إقامة تحالفات ومدن صغيرة كان الأشوريون قد وسعوا مدنهم وكونوا دويلات صغيرة ثم بدأوا بالتوسع تدريجيا ورغم أن الأشوريين قد تخلصوا في هذا العصر من حكم دولة حامراب البابلية وحرصوا على استقلالهم من جديد وتوسيع حكمهم إلا أنهم سقطوا لمدة قرن كامل تحت حكم الميتانيين كانت المنافسة قوية بين الآشوريين والآراميين رغم رجحان الكفة الآشورية بحكم عمقها التاريخي وسعة مدنها وكثرتها وما أن حل العصر الآشوري الوسيط 1280 إلى 1912 قبل الميلاد حتى بدأت المدن الآشورية بالاستقلال وكذلك بدأت المدن الآرامية بالاستقلال والتوسع وكانت هجمات القبائل والمدن الآرامية متصلة حتى استطاع الآراميون التمركز في الأراضي الواقعة في مثلث يقع رأسه في منطقة ديار بكر حيث تقع مملكة بيت زماني ويمتد بساقية شرق وغرب الفرات حيث تمتد الممالك الآرامية العراقية القديمة شرق الفرات وتمتد الممالك الآرامية السورية القديمة غرب الفرات وكاد المستقيم أن يوصل بين هيت في العراق حيث حدود مملكة سوحي وبين دمشق في سوريا حيث مملكة دمشق وفي وسط هذا المثلث وفي وسط هذا المثلث ظلت القبائل الآرامية تجوب في صحراء الجزيرة الفراتية العراقية السورية أما في جنوب العراق فقد انتشرت ممالك عديدة حتى وصلت عيلام وكذلك في جنوب سوريا حيث ظهرت ممالك عديدة جاء ذكر أغلبها في العهد القديم ويمكننا إجمالا تقسيم الممالك الآرامية حسب توزعها الجغرافي إلى قسمين في العراق القديم شمالا وجنوبا وفي سوريا القديمة شمالا وجنوبا الممالك الآرامية في العراق القديم ممالك الشمال وهي الممالك التي تآخمت لحدود المدن الآشورية ونعني بها الحدود الشرقية والشمالية والغربية وهذا يعني أنها شكلت ما يشبه القوس أو الطوق الشمالي على هذه المدن الآشورية ومن هنا جاء الصراع الآشوري الآرامي حيث سعى الآشوريون للسيطرة على هذا القوس الآرامي لكي يمتد النفوذ الآشوري خارجه ويحد من المصالح الحورية والميتانية والحيثية التي كانت تسعى هي الأخرى لمد نفوذها جنوبا نحو المدن الآشورية وهكذا وقعت هذه الممالك الآرامية بين رحى طاحونة لا تهدأ كانت تدور عليها من الشمال والجنوب ونستطيع هنا أن نفسر أيضا صلة الآراميين الثقافية والروحية والدينية والفنية بهذه الأقوام التي كانت تحتك بها سلما وحربا وسنبدأ بذكرها من أقاص الشمال نزولا مملكة بيت زماني مملكة سينابو مملكة تمانيتا مملكة صيبين مملكة خوميرنا مملكة جدرة مملكة بيت بحياني مملكة آرام فدان مملكة بيت عديني إمارات بيت لاقي ممالك الجنوب القبائل الآرامية تأخر قليلا ظهور الممالك الآرامية الجنوبية ولكن القبائل الآرامية كانت تجوب الجنوب العراقي منذ القرن الحادي عشر حتى القرن التاسع قبل الميلاد وسنذكر فيما يلي أهم القبائل الآرامية الجنوبية مع ملاحظتي الحرف الأخير من اسم القبيلة يلفظ مضمونا ويرفق به حرف الواو أوتو، زوبو، خاريلو، لابديدو، بوكودو، بيكوبو، خمرانو، أوبولو، ليأتا، سوتو، أحلامو الإمارات الآرامية إمارة جنبول إمارة يادبارد إمارة يقود إمارة أليت إمارة خندار الممالك الآرامية وهي الممالك الواسعة التي ظهرت منذ منتصف القرن التاسع قبل الميلاد على امتداد نهر الفرات وهي كما يلي مملكة بيت داحور مملكة بيت أمرخان مملكة بيت شيلان مملكة بيت شعال مملكة بيت ياكين مملكة بيت داكور مملكة بيت لاراك مملكة بيت أمكان الممالك الآرامية في الشام ممالك الشمال تقع هذه الممالك على خط مستقيم يربط بين شمأل، عاصمة ماري، يادي شمالا ودمشق، عاصمة مملكة آرام دمشق جنوبا وتتكاثف الممالك الآرامية عند نقطة الرأس الشمالية غرب الفرات بين شمأل وحلب وتتصل فيما بينها ممالك الشمال في العراق القديم وسوريا القديمة اتصالا وثيقا وتاريخيا وحضاريا ويمكننا تتبع ممالك الشمال في سوريا القديمة كما يلي مملكة يادي مملكة ساروجي مملكة كاتكا مملكة كوموخ مملكة بيت أجوشي مملكة جرجميش مملكة خراتو مملكة بتينة مملكة أنقي مملكة نوحش مملكة حما من ألف إلى سبعمية وعشرين قبل الميلاد وهي أقوى مملكة آرامية في الشام بعد مملكة دمشق وكانت تمتد في أرض واسعة تحدها شمالا مملكتا أرفاد وابتينا وجنوبا مملكة دمشق أما غربا فكانت مملكة نوحش وشرقا وصلت حدودها إلى سلسلة جبال سوريا الساحلية الشمالية وقد نزحت إليها جماعات من بلاد الأناضول واستقرت فيها مع المهاجرين اللوفيين من الهندو أوروبيين وامتزج هؤلاء جميعا بالسكان الأصليين الكنعانيين وبالآراميين الذين وصلوا المنطقة في وقت مبكر أيضا وأسسوا جميعا مملكة قوية كان لها شأن كبير في قواعد الأحداث السياسية التي تتابعت على بلاد الشام خلال النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد ولعل أهم الأحداث قد ظهرت في عهد إرخوليني الذي اشترك في تحالف قوي قامت به الممالك الشامية بزعامة برهدد ابن هدد الثاني وقاوم هذا التحالف جيوشش المنصر الثالث 859-824 قبل الميلاد وخصوصا في معركة قرقر التي صمد فيها هذا التحالف ولم ينهزم وعندما كرر الملك الآشوري محاولاته بعد قرقر 853 قبل الميلاد في أربع محاولات حتى 845 قبل الميلاد لم ينجح خلالها أيضا فسجل تحالف الممالك الشامية نصرا عليه لكن حما انسحبت من هذا التحالف بعد أن اغتصب العرش في مملكة دمشق الملك حزائيل ودخلت مملكة حما في تحالفات أخرى صغيرة مع حرزك ويادي وغيرها لكن عصر الملك الأخير يوبيدي شهد ظهور تحالف جديد قوي قاده يوبيدي بنفسه مع ملوك أرفاد دمشق صور ضد الملك الآشوري تجلات بلاصر الثالث وكان يمكن لهذا التحالف أن ينتصر ويصمد لولا أن صعد إلى العرش الملك الآشوري سرجون الثاني الذي هزم هذا التحالف في قرقر عام 720 قبل الميلاد وحول حماه إلى ولاية آشورية وسبى أهلها وأسكن مكانهم أقواما من الآشوريين تعتبر مملكة دمشق أقوى وأكبر الممالك الآرامية في بلاد الشام وهي صاحبة تأريخ حافل امتازت بمحاولتها لتوحيد الآراميين وتوسيع مملكتهم والوقوف بوجه أطماع مملكة إسرائيل والحد من نفوذها هي ومملكة يهودا والوقوف بوجه الآشوريين ومحاولة توحيد ممالك بلاد الشام وقد نشأت مملكة دمشق الآرامية في أعقاب مملكة دمشق الكنعانية التي ازدهرت في النصف الثاني من الألف الثاني وعندما ضعفت مملكة دمشق الكنعانية انفصلت دمشق عن عاصمة هذه المملكة التي كانت تسمى كوميدو أو كامدلوز وتبعت دمشق أولا لمملكة صوبة الآرامية التي كان يحكمها هدد عزر وحكم مملكة دمشق عدة ملوك منهم برهدد ابن حدد الأول الذي قام بجمع الآراميين حوله وكسب عدة مدن الساحل السوري ووقف مع ملك يهودا آسا ضد ملك إسرائيل بعسا ثم هاجم مملكة إسرائيل من الشمال وسيطر على الشمال الأردن برهدد الثاني وهو مؤسس الحلف الشامي الكبير ضد شلمنصر الثالث وكان الحلف يتكون من حماه، إسرائيل، قوية، مصر، أرقانات، أرواد، أستانو، سيانو، جندب العربية، بيت رحوب، عمون وتمكن الحلف من الصمود أمام الآشوريين وهاجم برهدد الثاني مملكة إسرائيل وملكها أحاب وانتصر عليها ثم قاتل ملكي إسرائيل ويهودا في جبال عجلون وهزمهما حزائيل اغتصب الملك إذ قام باغتيال برهدد الثاني واعتل العرش ولكنه كان قويا حيث حارب مملكتي إسرائيل ويهودا وهزمهما واستمر بقيادة الحلف الشامي الكبير وأجبر ملك إسرائيل على السير فيه قام شلمنصر الثالث بمحاصرة دمشق عام 831 قبل الميلاد وهزم الحلف الشامي لكن حزائيل لم يستسلم وتفرق أعضاء الحلف وظل حزائيل ملك دمشق حتى مات عام 1802 قبل الميلاد برهدد الثالث مرئي وهو ابن حزائيل الذي كبح جماح ملوك إسرائيل ويهودا وقامت في عصره عدة اضطرابات داخل ممالك الحلف الشامي المنهار رحيانه رقيانه رحبين الذي خاض حروبا مع إسرائيل ويهودا وكان آخر ملوك مملكة دمشق ففي زمنه قام تجلات بلاصر الثالث بغزو مملكة دمشق وحاصرها ما بين 738 إلى 733 قبل الميلاد وعندما سقطت مملكة دمشق ظهر أنها مكونة من 16 منطقة أو إمارة فأعاد الملك الآشوري تقسيمها إلى خمس ولايات تابعة لآشور ممالك الوسط ذكرت أغلب هذه الممالك في التوراة العهد القديم ولم يتأكد وجودها الآثاري ولذلك تستقى أغلب المعلومات التاريخية عنها من العهد القديم الذي لا يعد كتابا دقيقا من الناحية التاريخية والسياسية وهذه الممالك هي آرام صوبة آرام معكة آرام جيشور آرام طوب آرام رحوب ممالك الجنوب عصر اللغة الآرامية القرن 6 قبل الميلاد إلى القرن 7 ميلادي كانت النهاية السلمية لاتحاد الآراميين والكلدانيين ثم انصهارهما أثناء وبعد الامبراطورية البابلية الحديثة في العراق القديم والنهاية المأساوية لمملكة دمشق والممالك الآرامية في بلاد الشام على يد الآشوريين كانت هذه النهاية بطرفيها السلمي والمأساوي مع كل ما حمل من كفاح الآراميين الدامي طيلة ألف سنة تعني نهاية سياسية بالمعنى المعروف ولكنها لم تكن تعني النهاية الحضارية للآراميين فقد تشبع العصر الممتد من سقوط بابل وحتى ظهور الإسلام بالعناصر الثقافية والروحية واللغوية الآرامية ويمكن نعتبار هذا العصر السلمي للآراميين والذي يمتد كما العصر الحربي ألف سنة أخرى عصر تلاقح عناصر الثقافة الآرامية مع الثقافات الوافدة إلى أرض العراق والشام والجزيرة من ثقافات فارسية ويونانية ورومانية وقد نتج عن هذا التلاقح لونا جديدا من الثقافة رغم مآسيه السياسية والعسكرية ولقد أسمينا الألف الأخير من تأريخ الآراميين بعصر اللغة الآرامية لأن الشرق الأدنى القديم غرب آسيا استخدم هذه اللغة كلغة رسمية للكتابة والتخاطب وكانت بمثابة اللغة الموحدة لأرض تشمل بلاد فارس وآسيا الصغرى والعراق والشام والنصف الأعلى من الجزيرة العربية ورغم ظهور امبراطوريات ودول ليست من الأرض العربية القديمة كالامبراطورية الفارسية ثم المقدونية والإهلنستية والرومانية خلال هذا الألف عام إلا أن اللغة الآرامية كانت هي التي تجمع بينها إضافة إلى أنها كانت لغة الأقوام الأصليين لهذه المنطقة ورغم أن اللغة العربية حلت محلها بعد ظهور الإسلام لكن اللغة السريانية ما زالت تستخدم قراءة وكتابة إلى يومنا هذا في العراق والشام وهي وريثة اللغة الآرامية وقد حملت اللغة الآرامية معها الثقافة الآرامية بكل وجوهها من ديانة إلى فكر إلى فنون إلى علوم ولا شك أن تأريخ اللغة الآرامية قد تطور كثيرا منذ ظهور الآراميين بسبب احتكاكها مع الأقوام السامية وغير السامية التي جاورتها ولا نعرف عن هذه اللغة شيئا حتى بداية الألف الأول قبل الميلاد حيث ظهرت النصوص الأولى المكتوبة بحروف آرامية اللغة الآرامية سامية من حيث تكوينها وتنتمي جغرافيا وتاريخيا إلى اللغات الغربية الشمالية أما حرفيا تركيب الكلمة من مقطع من مقاطع أو حروف هجائية فإنها تنتمي إلى مجموعة اللغات الحروفية الهجائية كانت المرحلة الأولى من اللغة الكتابة الآرامية في النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد وهي مرحلة الممالك الآرامية وشاهدت اللغة في هذه المرحلة تحول بعض الحروف إلى حروف أخرى وانقرضت الحروف الأولى مثال على ذلك أهم هذه الحروف هو الضاد الذي تحول إلى قاف كما في كلمتي أرض ومرض وهما بلغتهم أرق ومرق وقد يعود هذا إلى تأثير السكان غير الأصليين الذين عاشوا معهم جنبا إلى جنب وكان من الصعب عليهم لفظ حرف الضاد أما الكتابة الآرامية في هذه المرحلة فإنها كانت تميل إلى الخط المسماري في الممالك الآرامية العراقية القديمة والذي يشبه الخط المسماري الآشوري والبابلي وبذلك اضطروا لاستخدام المقاطع الهجائية الصعبة في حين كانت الكتابة الآرامية في بلاد الشام بالخط الكنعاني الجديد الذي يعتمد على الحروف لا على المقاطع وهو ما يسر الكتابة الآرامية وجعلها سهلة الانتشار أما في النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد فقد ساعدت الامبراطورية الفارسية الإخمينية على نشر اللغة والكتابة الآرامية رغم أنها أسقطت آخر كيان سياسي لها وهي الكلدانية ولكنها وجدت نفسها تستعمل لغة مكونة من 22 حرفا على نمط الأبجدية الآرامية وقد وجدت أن هذا يسهل تعاملها مع سكان بلاد العراق والشام وشمال الجزيرة وبذلك كان القرنان الفارسيان رغم كونهما نوعا من الاحتلال السياسي والعسكري كانا مقدمة طويلة لترسيخ اللغة والكتابة الآرامية لما تلت من القرون لأن مجيء اللغة والكتابة الإغريقية والرومانية للمنطقة بعد ذلك لم يتمكن من زحزحة البناء اللغوي العريق والراسخ الذي تشكل عبر عشرات القرون السابقة انتشرت اللغة الآرامية بواسطة الإمبراطورية الفارسية إلى آسيا الصغرى وأفغانستان والهند وظلت حية في هذه المناطق لفترات طويلة ورغم أن اللغة العبرية كانت ما زالت تستخدم من قبل اليهود إلا أنها اختفت في حدود منتصف القرن الثاني قبل الميلاد عصر المكابيين وحلت الآرامية محلها وإذا كان تلمود بابل هو شرح التوراة الذي ظهر في العراق القديم قد كتب بالعبرية المخلوطة بالآرامية فإن تلمود القدس الترجوم كتب بالآرامية أما كتاب المشنة أو المثنة فقد ظهر في القرن الثالث الميلادي بلغة عبرية مخلوطة بالآرامية ورغم هذه المقاومة الجزئية للعبرية أمام الآرامية إلا أننا سنشاهد الانتصار الساحق والعظيم للآرامية وهي تحتضن لغة الدين المسيحي السريانية وتزدهر منذ القرن الثاني الميلادي وقد ظهرت في جنوب العراق لغة آرامية خاصة هي اللغة المندائية التي تكلم بها الصابئة المندائيون وكتبوا بها أسفارهم وكتبهم المقدسة والجدير بالذكر أن تلامذة زرادشت الإيراني الذين جمعوا أقواله بعد موته في كتاب مقدس هو أفستا أو الأبستاق كان مكتوبا باللغة الآرامية ويثير فينا هذا المشهد الروحي الواسع لانتشار الآرامية واستعمالها كلغة دينية للزرادشتيين والصابئة واليهود والمسيحيين سؤالا هاما وخطيرا سنعلقه في ذمة التاريخ لتجيب عليه الأجيال القادمة هو ما سر هذه اللغة وما سر هذا النبض الروحي العميق في داخلها والذي جعلها لغة أهم عقائد المنطقة قبل ظهور الإسلام وهل كانت الآرامية بعيدة عن لغة العرب والإسلام أم كانت هي جذورها ترجمة نانسي قنقر